اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالحود في منزلة الرشة وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح ينكذ فيها حتى تمام الساعة 4 و4 دقائق بعد العصر لا ينتقل بعدها لمنزلة الشرطين وهي جيد لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا وما من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر طبعا القمر اليوم رح يتواجد ما بين الحود وما بين الحمل في منزلتين يعني أو في برجين طبعا في البداية رح يكون موجود في برج الحود لغاية ساعات تقريبا المغرب تأثير القمر لما بكون موجود بالحود زي ما حكينا بتلعب بالناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ومنشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين ومنتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء للتصوير طبعا بالنسبة لزوايا الفلكية اليوم شوي يعني عددها كتير شوي أول زاوية راح تكون هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة وحدة وسبعتاشر دقيقة فجرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين عطارد ونبتن راح تكون في تمام الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا نصبح يعني قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها صراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة أربعة وستة وأربعين دقيقة صباحا بنهتم بمشاكل أو بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما آخر زاوية ما قبل خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة عشرة وأربعة واربعين دقيقة ظهرا بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا خلو المسار يعني خلو المسار ساعة عشرة وأربعة واربعين دقيقة ظهرا ورح ينتهي في تمام الساعة يعني منقدر نقول تلاثة وأربع دقائق مساء يعني بتوقيت الأردن خمسة وأربع دقائق هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل حكينا في ساعة المساء للحمل وتأثير القمر لما بيكون في الحمل على الجميع في هاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنمجح أكثر يعني في ومكون عنا قدرة على التصميم أكثر واستقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن أنه نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة وإن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنخون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن برضو أنك تدخل تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا اللي ما بعد انتقال القمر للحمل هي زاوية وحدة زاوية تثليث إيجابية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة التسعة واثناشر دقيقة مساءا طبعا دائما بالفترة هاي اللي هي بصير القمر المحدب هي فترة إيجابية لكل أمور التجميل فمنولي مزيد برضو من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بما أن القمر رح يكون موجود بالحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 26-11 ببدأ تقريبا بحدود الساعة 11 و45 دقيقة مساءا ورح يستمر لغاية فجر يوم 27-11 اللي هو 43 دقيقة هي صباحا يعني لا ينتقل لبرج الثور طبعا بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب بالنسبة للزاوية التثليث اللي ما بين القمر والشمس بتخليه محدب تسع أيام رح يكون طبعا بيكتمل عشر أيام ساعة 11 و40 دقيقة بعد الظهر نسبة الإضاءة بتكون 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجه سعيد بنسبة 60% القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل حتى يوم 27-11 مزاجه سعيد بنسبة 40% عطارد في العقرب حتى يوم 1-12 مزاجه سعيد بنسبة 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 منتحسة بنسبة 35% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج ولكن بنسبة متفاوت إذا كان بالنحوس العشرة في المية والسعادة العشرة في المية أما بالنسبة بلوتو بلوتو في الجدي سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيظل التعب مسيطر عليكم في ساعات النهار ولكن بدك تحذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير في ساعات المساء بتبدأوا فترة أفضل وبتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن برضو زي ما حكينا أهم إشي تنتبه من مزاجك وعصبيتك وخصوصا أثناء تعاملك مع الغير لأنه شوي طبيعة الحدي اليوم عالية شوي برج الثور ابتنشطوا في ساعة النهار بين الأصدقاء ولكن بدك تحفظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ووصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أما في ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حادر من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنها ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزاء حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ووصلوا أعمالكم اللي بدأتم فيها من قبل في ساعات النهار أما في ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية حاذروا من الاندفاع والتهور برج السرطان في ساعات النهار اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد انتبهوا أثناء السفر وتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم كما عليكم عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات في ساعات المساء بتنشطوا في الاتصالات وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية انتبهوا يعني بس شوي هيك على سمعتكم وحاولوا تنجزوا أعمالكم بشكل كامل برج الأسد في ساعات النهار بتكون تتفحصوا حساب مشترة وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة أما في ساعات المساء بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات أهمش أنه ما في داعي للمجازفات أو الإهمال في الأعمال لأنه ممكن تتعرض لمشاكل في العمل برج العدراء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في ساعات النهار شراكات المال وشراكات العاطفة أما في ساعات المساء بتنهمكم في إعادة تنظيم أمركم المالية المشتركة احذر من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل لكي لا تكبر المشاكل أكثر برج الميزان في ساعات النهار وصلوا أعمالكم اللي بدأتم فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد أما في ساعات المساء ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن أنه شوي بحاجة للحذر من أمور إلها علاقة بالنيران أو الجروح أو الالتهابات على أنواعها برج العقرب بتظل العاطفة قوية عندكم وبميلوا أحباءكم للتجاوب معكم في ساعات النهار ولكن من ساعات المساء بتكن تنتبهوا لصحتكم بغلب عليكم طابع العنف والعصبي وخاصة مع الحبيب أو الأولاد عليكم إن كنت تحذروا برج القوس اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعات النهار أما في ساعات المساء بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم ولكن لا تفتع الخلاف في المنزل مع أحد أفراد العائلة لأنه شوي مزاجه في نوع من أنواع الحدية برج الجدي اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد في ساعات النهار أما في ساعات المساء بتفضلوا اللجوء أو الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا شوي عدوانيين وممكن يسبب مزاجكم خلاف أو سوء تفاهم عليك الحذر أثناء السفر والتنقلات وقياة السيارة برج الدلو في ساعات النهار علاقة بالتبذير مما قد يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء